أعرب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه عن خالص تعازيه ومؤساته إلى صاحب الجلالة الملك شارز الثالث ملك المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية ورئيس الكومنويلث وكافة أفراد العائلة المالكة الكريمة والشعب البريطاني الصديق في وفاة صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية راجيا جلالته للفقيد الراحل الرحمة ولجلالة الملك شارز والأسر المالك والشعب البريطاني جميل الصبر وحسن العزاء وأكد جلالته حافظه الله أنه قد جمعت الراحل الكبير بمملكة البحرين صداقة طويلة وروابط وثيقة مستذكرا جلالته دورها البارز في تعزيز العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين العائلتين المالكتين في البلدين الصديقين إضافة إلى توطيد العلاقات التاريخية والشراكة القوية وروابط الصداقة العريق الراسخة والمتميزة بين المملكة المتحدة ومملكة البحرين وأكد جلالته أن العالم فقد برحيل جلالة الملكة إليزابيث الثانية رمزا كبيرا في الإنسانية والحكمة والتسامح حيث حظيت جلالتها خلال مسيرتها الحافلة باحترام وتقدير ومحبة دول العالم أجمع هذا وقد أصدر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمره السامي بتنكيس الأعلام في مملكة البحرين لمدة ثلاثة أيام حدادا على وفاة الملكة إليزابيث الثانية ترجمة نانسي قنقر